استقبلت سعادة السيدة أمنا بنت أحمد الرميحي وسعادة السيدة نورة بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة عددا من الكوادر البحرينية العاملة في عدد من المؤسسات والشركات الدولية المعنية بالقطاعات المصرفية والتقنية ومجالات الاستدامة والتنمية الاجتماعية بمقر البحثات الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وخلال اللقاء أكدت وزيرة الإسكان وتخطيط العمراني اعتزازها بما يقدمه البحرينيون في الخارج من إنجازات عبر كافة المجالات والتي يشهد لهم الجميع فيها بالمستوى العالي وإخلاصهم وتفانيهم في العمل مشيرة بأن تواجد الكفاءات البحرينية في نيويورك في مختلف القطاعات تأكيد على قدرات المواطن البحريني وإمكانياته الكبيرة للمنافسة في الأسواق العالمية من جانبها أكدت وزيرة التنمية المستدامة عن فخرها بالبحرينيين كسفراء للمملكة في الخارج مشددة على أهمية التنمية البشرية كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وعنصر داعم لجميع خطط وبرامج الحكومة التي تحققت عبر التركيز على التعليم وتدريب ودعم الشباب وتقدم المرأة ترجمة نانسي قنقر